نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان العمامرة يكشف عن رأيه في مستجدات الساحة السياسية وإشكالتها قرار سحب الرئيس لملف ترشحه للرئاسية وتأجيل الانتخابات ليس تنقضا مع تصريحاته السابقة بل هي استجابة محدة لمطالب الشعب التغيير الجذري الذي ينشده الشارع ستظهر معالمه جيدا في الحكومة التكنقراطية المعينة خلال المرحلة الانتقالية لمكانا للوجه القديمة والأولوية للكفاءة من النساء والرجال والشباب أما المعارضة فمرحب بها أيضا نستطيع أن نظر المرحلة كفاءة 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 لكن كفاءة 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 نستطيع أن نعود الألغيريين ويجعلهم إلى مدينة أفضل أفضل نعرف أنه كفاءة 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 نحن لن نعود كفاءة 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 هذا هو مدينة المرحلة التي ينشد اليوم مدينة الرئيسية لعمامر لم يجد حرجا أمام دخوله في القضية الجدلة دستورية الإجراءات المتخذة وكذا قانونية المرحلة القادمة القانون حسبه لا يجب بالضرورة أن يكون عائقا أمام تجاوز العقبات والكثير من الدول اتخذت إجراءات ممثلة أما إمكانية حل البرلمان فقد قطع الشك بتأكيده على أن كل مؤسسات الدولة ستبقى إلى غاية الرئاسية إذا كنت نتيجة البرلمان في نتقل الآن في نتقل الآن من أكبر ايضا لكي تتعلم على سيدة النتجة وكذلك سيدة السيدة لقومة بالتأكيد وكذلك القادمات التي يجب أن تكون لديهم قائد المرور إلى المرحلة القادمة حسب نائب الوزير الأول مرهون بإنجاح خريطة الطريق التي رسمها الرئيس ندوة التوافق الوطنية ستحدد كل شيء هي مفتوحة أمام الجميع دون إقصاء وتركيبتها منصفة لكل الأطياف تصريحة نائب الوزير الأول رمطان العمامر اليوم جاءت قبيل ساعة من أول ندوة صحفية يعقدها الوزير الأول نور الدين بدوي ونائبه صباح الغد أمام وسائل الإعلامة خرجة قد تحمل مزيدا من الإجابات في وقت يبدو أن الشارع لم يفصل بعد في قرارته النهائية ترجمة نانسي قنقر